رصدت إحصائية أصدرها موقع الانتفاضة خلال شهر أوسط السلعام 2017 وقوع 30 عملية فدائية ضد الاحتلال الصهيوني توزعت بين ثلاث عمليات إطلاق نار وعمليتي طعن إضافة إلى 12 عملية رشق حجارة وتفجير 13 عبوة ناسفة وكانت أبرز عمليات الشهر الماضي عملية الطعن في مدينة نتانيا المحتلة والتي نفذها الفدائي إسماعيل إبراهيم النعامين 19 عاماً من بلدة يطا بالخليل وأسفلت عن إصابة مستوطن بجراح خطيرة كما برزت خلال هذا الشهر عملية الطعن التي نفذتها الفدائية فدوى حمادة 30 عاماً وأسفلت عن إصابة حارس أمن صهيوني بجراح متوسطة وسجلت الإحصائية أكثر من 53 حادثة إلقاء زجاجات حارقة وأكواع متفجرة في أكثر من 284 نقطة وأسفلت العمليات الفدائية الفلسطينية عن إصابة 19 صهيونياً وفق اعترافات الاحتلال وسجلت انتفاضة القدس في أغسطس 2017 إلى جانب إصابة 102 فلسطيني ارتقاء شهيد واحد هو قتيب يوسف زهران 17 عاماً من بلدة علار بمدينة طور كرم واستشهد بتاريخ التاسع عشر أغسطس بعد أن أعدمته قوات الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن وبهذا يرتفع عدد الشهداء منذ أكتوبر 2015 إلى 346 شهيداً منهم 83 طفلاً أعمارهم أقل من 18 عاماً و32 أنثى ومن مجموع الشهداء سبعين شهيداً من القدس وضواحيها و11 شهيداً من الداخل المحتل عام 1948 و52 من قطاع غزة وأربعة عرب و184 أعدموا في عمليات طعن أو دهس أو اشتباه بذلك ووثقت الإحصائية اعتقال قوات الاحتلال 337 مواطناً من الضفة والقدس المحتلتين وقطاع غزة منهم 92 طفلاً تقل أعمارهم عن 18 عاماً حسناً ترجمة نانسي قنقر